أخف من الكيكة وألز من البسبوسة هشة مرتفعة زي الكيكة ودايبة ومرملة زي البسبوسة جمعت أحلى صفات ما بينهم مقادير الكيكة والبسبوسة في سنية واحدة عرستي كيكة السميد أو كيكة البسبوسة أو سنية الرواني أحلى حلوة ممكن تكليف الجو ده وهي سقعة كده ومرملة مع كباية شاي بقى أو كباية عصير طعمها توحفة جدا مقاديرها مصبوطة جدا بطريقة أمهاتنا يلا بينا نسمي الله ونبدأ مع بعض أول حاجة هنعمل مع بعض الشربات عشان محتاجة يكون بارد عندي كباية ونص من السكر نفس الكباية اللي أنا بعير بيها دي هعير بيها كل حاجة معي في الوصفة هضيف عليها كباية ونص من المية يبقى احنا كده عندنا كباية ونص سكر كباية ونص مية عليها عصرة نص لامونة هرفحها على النار بمجرد معايا ما تغلي كده بهد النار وبسيبها سبع دايب بس على النار مش أكتر من كده محتاجة الشربات بتاعي يكون بارد وخفيف يعني بالضبط شربات البسبوسة بعد كده هضيف عليه باكت من الفانيليا ومعلاقة واحدة بس كده من السمنة البلدي طبعا اختياري لو انت مش عندك او مش حبه ما اضيفهاش هركنه على جنب يبرد وهجب بقى الخلاط بتاعنا علشان نضرب فيه المكونات السيلة عني 3 بضات كبار بدرجة حرارة المطبخ وضروري يكونوا مطلعين البيت قبل ما نستخدمه بساعة او 2 من التلاج علشان ما يكونش سائع هضيف عليهم اتنين باكت من الفانيليا وتوصي بالفانيليا شوية علشان طبعا الكيكة دي مسئية فممكن تعمل معاكي طعم زفارة كده او ريحة هضيف لها رشة بسيطة من الملح ومعلاقة كبيرة من الخل وكوباية اللي ربع من السكر وكوباية اللي ربع من الزيت ونص كوباية من جسد الهند المبشورة وطبعا كل المقادير دي بنفس الكوباية اللي انا شغالة بيها نيجي بقى الخطوة مهمة ياما بضيف كوباية كاملة من اللبن ياما بجيب كوباية كده من الزبادي بفضيها في الكوباية اللي انا كنت بعير بها مقادير كلها وبكملها لبن يعني ينفع كده وينفع كده بس الطريقة الاصلية لها ان احنا بنعملها بالزبادي فانا فضيت كوباية الزبادي كده في الكوباية اللي انا بعير بيها تلعت معايا كده كوباية لربع وكملتها باللبن زي مااتوا شايفين كده اطلع اي فراغات عشان اصبط معي المقدار كده بقت معي كوباية اللبن مظبوطة هدفها بقى كده على الخليط بتاعي في الخلاط ونرجع بقى نضربهم كلهم مع بعض ناعم جدا جدا تمام كده طبعا تقدري ما تستخدميش الخلاط تضربيهم بالمضرب اليدوي او بمضرب البيت زي ما انت عايزة بس انا بالنسبة لي اسهل وانجز واحلى نتيجة بالخلاط هضربه كويس جدا مش هقل من ثلاث دقايق لغاية نبقى معي السايل لونه ابيض وتقيل هركينه بقى كده على جانب ونجيبه لأكبر هحط فيها بقى مكونات الجافة عندي بقى بنفس الكوباية كوباية كده من دي الابيض هضيف عليها باكت كده من بيكينج بودر ده البيكينج بودر اللي مضاف ليه محسن كيك ضيفت الباكت كله زي ما انتوا شايفين كده وهنخله كويس جدا عشان ندخل فيه الهواء زي ما قلنا بقى مقدير الكيكة والباسبوسة في سنية واحدة بعد ما نخلطهم كويس جدا هنجيب بقى بنفس الكوباية بتاعتنا ديق سميد سايب من عند العطار مش الأكياس يا جماعة علشان ما يكونش مضاف ليه اي حاجة لا سكر ولا جوز هند عايز ديق سميد فقط يبقى كوباية من الديق الابيض وكوباية من ديق السميد وهنقلبهم كويس جدا مع بعض مع البيكنج بودر عشان يتوزع كويس جدا في الديق كله هنزل بقى عليهم بالمقونات السايلة اللي احنا ضربناها في الخلاط زي ما انتوا شايفين القوام تقيل ومضروب كويس جدا والسكر ده بقى مش باين ولا مخرز ولا اي حاجة خالص هنبدأ بقى نقلب في اتجاه واحد زي كيكة بالزبط ومش هنبلغ في التقليب زي الباسبوسة كده بالزبط علشان طبعا دي الباسبوسة كل ما اللي بيه كتير كل ما بيعضم منك والباسبوسة بتنشف في الاخر او الكيكة بتاعتك دي هتلاقيها نشفة في الاخر كده ومشترية وهشة زي ما شفتها كده في اول الفيديو انا بس كده بحاول اتأكد ان دي الباسبوسة اختلط معي كويس جدا وبقاش فيه في القاعات او اي حاجات مكالكعة زي ما انتوا شايفين كده او مكتلة زي ما انتوا شايفين كده بدوب كل حاجة وفي نفس الوقت مش عايز اخد وقت كتير يعني عايز اانجز بسرعة بيقعد بيشرب السوائل وهتبوسة تلاقي الخليط بتاعك تقل عن كده فما تنخدعيش فيها دي مش كيكة عادية بتديه الابيض لوحده فطبعا زي ما قلتلك السميد بعد شوي هتلاقي تشرب معاك كده السوائل والقوام تقل عن كده هجيب بقى الصينية بتاعتي اي ماتيريال واي شكل زي ما انت عايزة بقى مدورة مستطيلة بيريكسي ستاليس ألمونيوم زي ما انت عايزة برحتك هد هنا بمعلاقة كده من السمنة البلدي كويس جدا جدا ومش هدف لها بقى دقي ولا سميد ولا اي حاجة خالص هي معلاقة السمنة دي بس مقاس الصينية بتاعتنا ستة وعشرين طبعا كل ما صغرت مقاس الصينية كل ما كانت الصينية بتاعتك عالية وكل ما كبرت مقاس الصينية كل ما كانت القطع بتاعتك مش عالية فطبعا مش هنصغرها قوي علشان الخليط بتاعنا ما يدلقش كده في الفرن فهي انسب حاجة ليها ستة وعشرين او تمانية وعشرين فضيت الخليط بتاعي في الصينية وديته كده خبطتين عشان اخرج منه اي فراغات او اي هوا وهدخل الفرن على 180 الرف الوسطاني هتاخد معاك حوالي 40 دقيقة او اقل او اكتر حسب حرارة الفرن بتاعتك هتبصت لقيه احمرت معاك كده في الجوانب هتطفل الفرن وتولعي الشواية هتاخد معاك لون حلو جدا من فوق بالشكل الجميل هتخرجيها وهي سخنة زي ما انتوا شايفين كده هتشربيها الشربات بتاعك كله وهو بارد لازم الشربات يكون بارد وهي سخنة علشان ما تعجنش معاكي مهم جدا جدا هتلاقيها كده تشرب معاكي الشربات بسرعة جدا فده علامة من علامات نجاح الكيكة بتاعتك تمام كده شايفين بقى ما شاء الله وهي لسه سخنة هبدأ اضطحها باي شكل وباي طريقة انت حباها الشربات ده جماعة مزبوط جدا احنا حطين كوباية اللي ربع من السكر في قلبي كيكة وكوباية ونص في الشربات فالشربات ده مزبوط جدا فيه ناس بتعمل كوبايتين سكر في الشربات فزي ما انت حبا انا بحب يكون سكرها كده مزبوط وتبقى الكيكة كده شربة السكر بتاعها مايبقاش كده فيه شربات يعني بحب تطلعي قطعة كده تلاقي شربات كده تحتها في الصينية لانا بحبا تكون مزبوطة بالزبط كده سكرها حلو وزي انتهى بشوية جوز هندي كده زي ما انتوا شايفين وممكن ما تحطيش اي حاجة خالص ونبدأ بقى نقطع كده قطعة ونطلعها علشان اواريكوا قد ايه هي عالية وهشة وحاجة كده بصوا خفيفة جدا جدا طبعا الافضل تستنى عليها لما تبرد شوية انا طبعا كالعادة مش باستنى خالص بقطعها كده وهي سقنة بصوا شايفين ما شاء الله عالية هشة جدا طحفة جدا جماعة رحتة حلوة قوي شايفين بقى ما شاء الله طحفة جدا نحطها بقى كده ونقطع منها حتة كده صغننة عشان ندقها عايز اقولكم انا خلصتها وانا وقف يا جماعة والله على قد ما هي متمسكة لكن هي دايبة جدا بمجرد ما بتوصل بقى كده بالدوب دوابان بحرفين خطيرة وكمان لما تسقع هتكون احلى واحلى حطيها بقى كده في طبق تقديم شكله حلو وغطيها كده بالستريتش راب ودخليها بتلاجة تسقع وكلها بقى هي وسقعة بقى ما تحفة شايفين بقى الشربات مفيش بقى شربات بقى من الباقي تحت كده ولا اي حاجة هي شربة شربات ومظبوطة جدا يلا بقى جربوها بالمقدير المظبوطة دي وان شاء الله تطلع معاكوا احلى ما شفتها في الفيديو اشوفكم ان شاء الله كده على خير فيديو جديد وما تنسوش بقى لايك الفيديو مع السلامة